اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله ولا لبيتك يا طيبين الطائفين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا حبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفستم والله فوزا عظيما فيا ليتنا وعيكنا معكم سعادتي فنفوزا عظيما وافتك جندا تستثير وتزعر وافتك جندا تستثير وتزعر فقد المواكي بأن قال لك عسكر لا تسلم النيل الدني يتراحة ما كان نسلمها لذن حيدر وابعث حياة ناهضين جديدة فيها العبار مؤيد ومظفر وارسم لسير الفاتحين مناهجا فيها عوش الظالمين تدمروا إن لم تلبك ساعة محمومة ذلت فقد لبتني ذاك أعصر أصبحت مفخرة الحياة وحق له فخرت به فدم الشهادة مفخر قد استمع عيان وأسمع مقامك رفعة أخفي خوف الظالمين فيها يظهر شكت الشريعة من أمور بدلت في خرم اي واحكمون اعيك تغاية اي اعيار عصفايا آيات بها الأهواء فهي سيرة تشكوها غير الحسين محايا لبيه أكضى من ما نعوه عن الرواق وبراحة ديه من المكارم يا بحروا هل عاجوا لهلاً يا عيضوني هذه أول ليالي أول الأيام في استقبال هذا الشهر الشريف في استقبال ورثاء الحسين وتذكر بنات الحسين وزينب وأخوات زينب هل عاشوا يا عور هلاً يا عيوني وبعاشوا قموا يا خلق بحسين عزوني هل عاشوا يا عور من يذكر بواجي وبعاشوا زيانة بغدت مسبي آي سيدي أبا عبد الله هذا الشهر ونحن في أيامه قد طلّى وهلنا علينا أنا شلو ننساك وانتساك نكبر وكل يوم اليوم رب عمر عاشور يقولي شلو نصار حسين منحور لعدة آخر نفز لبجيك وانعاك إنا لله وإنا إليه راجعون روي عن مولانا زين العابدين سلام الله عليه أنه قال في جزء من خطبتي التي ألقاها في الشام قال يا يزيد ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد حتى أكلم الناس بكلام فيه لله رضا ولهائلاء الجالسين أجر وثواب موضوعنا في هذه الليلة هو حول تأريخ المنبر الحسيني شيء من تأريخ المنبر الحسيني لأنه ما ممكن وبهذه العجالة أن نأخذ كل ما موجود في تأريخ المنبر الحسيني لكن هناك جملة من الدواعي والأسباب التي جعلتني أن أأخذ هذا الجزء من خطبة الإمام زين العابدين ما هي هذه الأسباب؟ أول شيء الجانب المعرفي لأنه كثير من الناس تلقى بعض الناس لا عنده اطلاعات التاريخية جيدة جدا بحيث ذات شئلة على مستوى مين إجا هذا المنبر الحسيني بإمكان أن يعطيك شيئا من التاريخ ومرة لا والله إنسان يعني معلوماته بسيطة هذا أولا الجانب المعرفي وبعد الجانب الآخر إنه تكريم شخصيات المنبر الحسين شخصيات التي خدمت المنبر الحسيني ليش؟ لأنه يا أخي إحنا وصلنا إلى حالة بعض الناس وصلت إلى مرحلة أن تشتم خطبة المنبر الحسيني وفي وسط كربلاء زين؟ يعني خدام المنبر يشتمون لا يعني هؤلاء من وراءهم؟ الحاضنة الاجتماعية لهم من هي؟ من الذي أوصلهم إلى هذا الشيء؟ زين؟ أضف إلى ذلك أنت تسمع لك مثلا بعض السياسيين يقلل من شأن المنبر الحسيني تشوفوا يطلعون على الفضائيات بس أنت لو كنت ناجحا سياسيا على أقل السياسي ينأب نفسها عن الصراعات الدينية دائما شعاره أن يكون لجميع زين، خلنبدأ أنه في أسباب هذه الخطبة أسباب هذه الخطبة معروفة إلو إلك أنه عندما ذهب آل الحسين، بنات الحسين ذهبوا سبايا إلما إلى الشام تدري الخطيب آنذاك أخذ عندما تكلم أشار إلى مساوء علي وإلى مساوء الحسين الخطبة معروفة ليقول بها الإمام زين العابدين أنا ابن مكة وميناء إلى آخرها معروفة عند حضار المجلس الحسيني لكن هنا سؤال ينقدح في الذهن ينقدح في الذهن هذا السؤال إنه الإمام شلون الإمام لم يسكت على ذلك ما هي الأسباب التي جعلت الإمام أن يرد؟ قد سائل يسعد زين إحنا مو عندنا تقية الإمام ليش ما استعمل التقية مثلا في هذا المورد؟ نحن عدنا؟ عدنا الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا الخطيب عندما شتم ولعن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا أصبح واجبا على الإمام أن يرد ويبين فضائل الإمام ليش لابد أن يتكلم؟ لأننا من نمر على الأصوليين في أصول الفقه من يمرون على أدلة التشريع الإسلامي من يقولون القرآن الكتاب السنة يمرون على كلمة على عبارة يقولون فعل المعصوم وقوله وتقريره يعني الفعل مالي مثلا الإمام صلى صلاةه والصحابة النبي صلى صلاةه والإمام شافوا شون يصلي أرفوا من عنده قول مثلا سمعه النبي مثلا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي لكن التقرير تقرير الإمام شلون؟ مرة تصير حادثة يم الإمام ويسكت السامع أو الرائش يقول الإمام موافق على ذلك خلنا وضح لك إياها بشكل آخر الإمام الصادق سلام الله عليه يوم من الأيام كان يمشي مع أحد أصحابه يمشي في سوق الحذائين هذا صاحب الإمام كان عنده غلام وهذا الغلام كان سندية يعني من بلاد السند؟ صاحب الإمام التفت أكثر من مرة إلى الوراء ما شاف الغلام ما له قال هذا الغلام مين؟ لما ما رجع شاف أخذ يتهم والدته يتهم والدته ويشتمها بألفاظ خلاف ما جاء به الشرع يعني يصفه بأنه غير طاهر المولد الإمام التفت إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي أنا كنت أظنك أنت ورع قال لي يا ابن رسول الله هذا أمي سندية كافرة قال لي أَوَمَا عَلِمْتَ أَنْ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةِ النِّكَاحَةَ فَالإمام ما كلمه أبداً إلى أن توفي سلام الله عليه أرجع إلى الموضوع فالشاهد إنه الإمام سلام الله عليه الإمام زين العابدين لابد أن يبين فضاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ويرد على هؤلاء فالإمام إنه أخذ وطلب من يزيد أن يتكلم بذلك وفعلاً الإمام سلام الله عليه بيّن له هذا الشيء هنا أنت قد تسأل هذا السؤال الآخر حزين الإمام سلام الله عليه ألم يكو خائفاً شوف أكو مرات مواقف الإنسان عندما يقف بيه يمتلك الشجاعة شوف أحنا من المر نحن المر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر فالإمام أخذ هذا الموقف وكذلك شيعته على ذلك يعني نحن من المر على ابن السكيت الأهوازي ابن السكيت الأهوازي من الأدباء من الشعراء من البلغاء انتدب لتدريس أبناء المتوكل العباسي هذا الناصبي انتدب إلى ذلك يوم من الأيام علم بتشيعه استدعاش ويسعله هذا السؤال قال لي من أحب إليك والداي هذا أم الحسن والحسين يعني نحن بتعبيرنا انت الزبالة انت شنو قال لو الله لنا علي قنبر خادم أمير المؤمنين أحب إلي منك ومن ولدك هذا استشهد هذا يعرف قيمة الشهادة الشاهد على ذلك فالإمام سلام الله عليه انه لم يكف من ذلك انه ليشلن هذا هو منهج القرآن انه عندما يخاطب الظالمين يعني مثلاً عندما نقرأ في قصة موسى سلام الله عليه اذهبا إلى فرعاون انه طغى فقولا له قولا لينا الله سبحانه عز وجل يخاطب ذلك انتقل إلى مرحلة أخرى احنا من نجي إلى هذا النص هذا النص الذي تكلم به الإمام ايش عدنا؟ عدنا منبر وعدنا خطابه وعدنا جمهور زين خلنأتي إلى المنبر الإسلامي هذا المنبر من يجيه؟ المنبر الإسلامي وماذا تعني كلمة المنبر أول شيخ النعر كلمة المنبر من أين إجت؟ كلمة المنبر مأخوذة من نبرة نبرة الشيء الذي ارتفع من العرض وبعد يستعمل بمعاني أخرى يقولون مثلا عندما انبار الخطيب زين رفع مثلا صوته انبار بصوته يعني على صوته فإذا المعنى هو الشيء المرتفع عن الأرض هذا أمر آخر قد تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أسس له المنبر وكيف أصبح هذا المنبر إلى يومنا الحالي إحنا عندما نمر على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السيرة ماذا نجد فيها؟ نجد بها يمرون على تأريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يخطب تعرف تاريخ العرب عندما كانت تخطب كانت على ماذا قسم منهم يتكع على العصة آخر يتكع على القسي يعني على الأقواس عند قوس ويتكع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى المدينة كان يتكع على جذع هسه أكو ثلاث آراء رأي يقولون تميم الداري قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أحنى أنا رحت إلى الشام ورأيت في الشام في كنائسها عندهم منبر ويصعدون عليه ليش ما نسوي لك واحد هذا رأي رأي آخر لا الصحابة هم أشاروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع منبر هذا رأي الرأي الثالث لا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه المسلمين أن يصنع له منبر وفعلا إنه سوى له منبر يعني فشيء مرتفع عن الأرض وبدأت هذه الأمور أكو فرق قد سائل يسأل هل هناك فرق بين منبر الجمعة وبين منبر الحسين نعم أكو فرق نحن لما نقول لمنبر الحسيني هذا المنبر الحسيني متخصص بمن؟ متخصص بالحسين يعني يقيم الرثاء يدافع عن أهل البيت يقيم لمصيبة الحسين يعني بمن متخصص متخصص بالحسين عندنا مثلا منبر الجمعة منبر الجمعة بمن مختص مختص إنه بالخطبة العادية فمنبر الحسين وين تخصصه؟ تخصصه حسينيا صار يعني اللي يذكر لنا مصيبة الحسين سلام الله عليه هذا بالنسبة إلى المنبر خلننمر على شيء من الخطابة 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 طبعا من الأمور المؤثرة جدا مسألة الخطابة بالمجتمع الإسلامي شوف احنا من نجي إلى القرآن الكريم القرآن الكريم أشارنا إلى الخطابة أسأل يقول لي وين أشارنا إلى الخطابة احنا لما نقرأ في سورة الحجرات شوفش قد أهمية الخطابة في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أنت من ترجع إلى سبب نزولها ليش نزلت؟ يقول جاء بنو تميم قبل أن يدخل إلى الإسلام جاءوا إلى بيت النبي تدري النبي عنده بالمسجد أكثر من حجره وأخذوا يصرحون بصوت عال عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يابا شنالي يعدكم لما ما طلع لهم النبي قالوا لي احنا عدنا خطابة عدنا خطباء وعدنا شعراء نريد أن نتكلم معك النبي أيضا عنده خطباء وعنده شعراء بدأ خطيبهم أن يلقي شيء من الخطب وشاعرهم يلقي شيء من الشعر من الذي عندنا النبي أشار إلى حسان وإشار إلى فلان ماذا قال أحدهم قال الزبرقان قال والله خطيبهم أفضل من خطيبنا وشاعرهم أفضل من شاعرنا يقولوا بدؤكم إنه عاد دخلوا إلى الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمهم الخطابة يا أخوان أمر جدا في غاية الأهمية ليش؟ لأن الكلمة إلها تأثيرها نحن في بعض الأحيان تكون هذه الخطابة مؤدلجة لأن اليوم عندك عندك الخطابة السياسية عندك المنابر متعددة الخطابة متعددة مرات لا واحد يتكلم بكلام يكون مؤدلجة يكون الكلام مؤدلج عنده يعني أذكر لك فتحادثة مين إنه من القضايا المؤدلجة يعني مثلا لما نقرأ ترجم الدكتور علي الوردي الدكتور علي الوردي عنده تعرف رسالته في الدكتوراه رسالته في ابن خلدون رسالته في ابن خلدون اللي ترجم الرسالة والذي حشاها طبعا كتب مقدمة استعمل خطابا صاحب المقدمة من نيمر يقوله وكثير من الناس في العراق تشأل عن آراء على الوردي في ما يجري يعني مثل إيش تقول الإسلام السياسي شوف نبه الإسلام السياسي جاء بني القتل وجارة وغيرها طبعا هنا أنا ما يدافع عن الأحزاب أنا ما لعلاقة بش أنا أجيب لك شاهد لأنه الإنسان عندما يجعل نفسه يؤرخ لحالة معينة لابد أن يكون أمينا في التأريخ وأن يجرد نفسه من الأهواء لأن مشكلة العراق مشكلة العراق مو مشكلتها فقط الجانب السياسي عندك الجانب القومي عندك جوانب كثيرة موجودة يعني ليش أنت تظلم فقط الناس لا المؤرخ المفروض أن يبين الأسباب يقول واحد اثنين ثلاثة ويمتلك الشجاعة ويبين كل الأسباب طبعا هذا الأمر هذا الأمر في غاية الرفض فالخطابة في حد ذاتها أمرا في غاية الأهمية شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن تحدث معركة النهر قبل أن تحدث معركة النهروان ما قاتلهم بعث ويتكلم معهم تدري رجع آلاف بكلمات من أمير المؤمنين سلام الله عليه أرجعهم إلى ما كانوا عليه زين المنبار إلى دوره والخطاب إلى دوره والجمهور أيضا له دور الجمهور أيضا له دور شلون إنه الجمهور أن يكون له دور الجمهور ليش؟ لأن هذا الجمهور واعي وهذا الجمهور يريد شيء يعني أنا وأنت الآن إحنا شنو اللي جايرني اللي جايرني إحنا قاعد نعيش عبق التأريغ لأنه علم الإجتماع مني يمر على قضية حضور الناس يقول لي شنناس تحضر يعني أنا وأنت شنو اللي يخلينا نحضر إلى مجلس الحسين أول شيء أنا وأنت نمتلك رؤية كونية يعني ما هي الرؤية الكونية؟ يعني الرؤية الكونية أنا عندي مثلا رؤية الكونية هنا أنا في كندا الناس عندها رؤية الكونية مرة واحد عندك رؤية الكون للكون إنه ملحد ومرة تجد لا شخصا آخر عنده رؤية كونية مثلا إنه مؤمن بالله إحنا رؤيتنا الكونية إيش إلا مثلا إحنا نؤمن بالله بالنبوة بالإمام بعد نؤمن باستشهاد الحسين الحسين إمامنا وعندما اتمر علينا هذه الأيام إحنا ماذا نأتي نحضر إلى مجلس الحسين سلام الله عليه فعندما نحضر إلى مجلس الحسين ماذا نريد من ذلك نريد أن نتعلم الكلمة الهادفة والكلمة الصادقة لأن الخطابة إلها منهجها الإمام زين العابدين عليه السلام بيّنه أن تكون هذه الخطابة فيها لله رضا ولها إلاء والإلاء الجالسين أجرا وثواب شوف هذه الخطابة الهادفة إجد قدمت من الشهداء قديماً وحديثاً قديماً وحديثاً دعنا أبين لك الله يرحم المرعوم السيد جوات شبّر سيد جوات شبّر كان من خطباء العراق كان عندما يقف في الحضرة العلوية زين وينظر يخاطب البعثيين يجيبين كل من الأكليل ما لو طالعين إنه يحتفلون سبع نيسان أو ما شاكل ذلك ما شي يقل لهم يقل لهم هذا العمائم لا تلك الأكاليل آخر يقول إن العفارقة حزبهم منهاره فتشوف الخطباء من أجل الخطابة الحسينية ومن أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى قدموا الكثير من الدماء ولهذا ألف أحدهم الشهداء من خطباء المنبر الحسيني ليش؟ لأن هذا المنبر يوقف لك أمام الشبهات هذا المنبر أو هذه الخطابة تعالج لك مشكلة أسرية يعني شلون تعالج لك مشكلة أسرية؟ مثلا لما تسمع لك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمة الطيبة مثلا إذا قال الرجل لزوجته إني أحبك هذه كلمة لا تخرج من قلبها من قلبها الكلمة الطيبة صدقة لما تسمعها من خطيب المنبر أنت الطب لبيتك تشوف زوجتك تبت اسم أمامها الزوجة أيضا تشوف زوجها تقولها بالكلام الطيب هذه من تتعلمها مولانا؟ هذه تذكرة تذكرة التذكرة مطلوبة فالمنبر أو الخطابة الحسينية فيها تدافع عن الجانب الأسري بعد الدافع عن الجوانب العقائدية الجوانب العقائدية اليوم أحنا تدري أنت اليوم تحصي إزجاد عدد الشبه وإزجاد عدد المجلات وإزجاد عدد المنابر وعدد الأموال التي صرفت في سبيل أنه أن يشككوك في عقائدك قديما وحديثا فالمنبر بدوره يدافع عن منهج أهل البيت عليهم السلام يعني مثلا قبل أيام ماذا خرجت؟ خرجت إلى الناس معلومات أن هذا القبر الموجود هذا القبر الموجود مثلا لأمير المؤمنين سلام الله عليه هو ليس لأمير المؤمنين وإنما للمغيرة إذن شعبة فأس أنا مريد أدخل في هذا الموضوع هذا الموضوع يحتاج له إلى محاضرة كاملة بس أنا أمر لك ابن أبي الحديد ابن أبي الحديد يقول سألته أستاذي عند أستاذ اسمه أبو جعفر النقيب قالت أحد علماء الاجتماع أساتذة الاجتماع يقول هذا لوحده عنده آراء في علم الاجتماع أبو جعفر النقيب نقيب يعني السادة في البصرة قديما ابن أبي الحديد يقول سألته قلت له شنو هذه الكلمات اللي يروي أن هذا القبر المغيرة بماذا أجابه؟ ما أخذ له لا أدلة تاريخية وما شاكل ذلك أجابه من الواقع شلون أجابه من الواقع؟ قال إن الأبناء أعرف بقبور آبائهم الأبناء أعرف بقبور آبائهم وقال أحنا نروي أباً عن جد أن هذا المكان قبل أن يبني عرض الدولة البويهي هو قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا يفندها المنبر الحسيني فالمنبر الحسيني والخطابة الحسينية أمر في غاية الأهمية في خلال هذا المجتمع الذي نعيش فيه وفعلاً فعلاً علمائنا قدموا الشيء الكثير يعني إحنا من خلال المنبر ندافع عن علمائنا شوف إحنا من نقرأ ليش اليوم علمائنا مراجعنا يتعذبون إلى هجم شرسة فإنت من تأخذ الدافع عندك مصدر من مصادر المعرفة عندك هو الخطاب الحسيني يعني مثلاً خلنا أجيب لك حوادث حوادث معينة لعلمائنا ودورهم في التأثير بالمجتمع الإسلامي قديماً وحديثاً قديماً وحديثاً مثلاً خلنا نمر في تاريخ العراق لما نقرأ بعض الكتاب يشير إلى هذه المعلومة إنه مثلاً من نرجع إلى تاريخ المملكة تاريخ المملكة من يمرون على نور الشعيد نور الشعيد حس عليه ما عليه يقولون إنه قبل سنة الثلاثين كان شخصاً جيداً وبعدها أصبح رجل إنه حسب ما يقولون عنده أمالة بس الشالجي المحامي يقل له ينقل له أحد الضباط في وزارة الدفاع يقل له عندما يأتي الشيخ علي الشرقي الشيخ علي الشرقي كان وزيراً أيام المملكة يقول له ويدخل على نور الشعيد كان أي مشكلة عندنا نطلبها منه يوقع عندنا ليش؟ لأنه تأثير الشيخ علي الشرقي الشيخ علي الشرقي ينطي موعظة يطي شيئاً من الأدب العربي يعني الرجل كل من عرفه ومدحه لكن أنا وين أحتي شاهد على تأثيره على هذه الشخصية من تقرأ مثلاً الشيخ الشيخ جواد مغنية الشيخ جواد مغنية كتب أشياء كثيرة وقدم للمجتمع أشياء كثيرة شوف علمائنا لهم هذا الدور المبرز قديماً وحديثاً أنت من تقرأ مثلاً سيرة الشيخ المظفر الشيخ المظفر العالم العظيم العالم العظيم الذي تحمل هم التشيع يعني من ضمن منجزاته أسسوا كلية الخطابة كلية الخطابة للدفاع عن المنبر الحسيني وتقييم الخطباء لأن التمرات يصعد لك خطيب هذا الخطيب من يصعد لك يجيب لك هو مثلاً معلومة ما متأكد منها قد تأثر عليك بعقيدتك قد تأثر عليك بالجانب الفقهي قد تأثر عليك بعلاقاتك مع الآخرين تتشوفوا اليوم المنابر منابر كثرة يعني أنا أتذكر فد واحد يقول يوم كنا في عمان صعد على المنبر يخطب يقول لهم الإمام إن ولد من فخذ المرأة الناس نزلتها يعني من فخذ رجل أمه لاي يولد ولادة طبيعية طبعاً هذا اللي ما عنده معلومات هذا يتشوش فكره الشيخ المضفار أسس هذه الكلية للخطابة هذه الكلية للخطابة مولانا ما استمرت ليش لأن هناك من حرض عليها ذول راح يغيرون أهداف المنبر الحسيني راح يغيرون مناهج المنبر الحسيني وكان المسؤول عليها الشيخ الوائلي اقرأ جعفر الخليلي في هكذا عرفتهم راح يعطيك بالتفصيل ما حدث في تلك الفترة يعني الشيخ المضفار تعرض إلى محاولة اغتيال مع الشيخ الوائلي أنا هالمعلومة مين سمعتها تقريباً في سنية التسعينات في كلية في جامعة الكوفة كانت ندوة على مرور كذا من السنين على وفاة الشيخ المضفار رحمه الله فالمتكلم كان عن ذلك أحد الدكاترة فقال هذه المعلومات لأن هذا الدكتور هو أساساً من تلامذة الشيخ المضفر فالشيخ المضفر تشوف هذا العالم الذي تحمل ما تحمل هذا مولانا ذهب إلى الزيتونة إلى جامعة الزيتونة وألقى هناك خطاباً شيخ محمد جواد مغنية مع شيخ الأزهر يتكلم معه ويبينون الكثير من الأشياء الشيخ محمد حسين كاسف الغطاء ذهب إلى القدس وصلى بالمسلمين جماعة آنذاك وألقى فيهم خطبة هذا من الذي يدافع عن المنبر وعن دور المرجعيات وعن دور العلماء منه؟ المنبر الحسيني يبين ما عندنا من فضل العلماء يعني مثلاً أنت من تمر على سيرة السيد محسن الأمين العاملي السيد محسن الأمين العاملي عندما ذهب إلى دمشق هذا الرجل عندما ذهب إلى دمشق وعاش هناك تدري أكو بعض الناس بعض الجهال عندهم شيء من الطائفية ما يحترم العالم حتى وإن ينتمي إلى غير مدرسة المهم كان يرمونه مثلاً بالحجارة لكن أنت تصور عندما توفي السيد محسن الأمين العاملي شيعته دمشق على بكرة أبيها ليش؟ لأنه كان يحضر جنائز الآخرين يعود مرضاهم وإن كانوا يختلفون معه في الدين أو يختلفون معه في المذهب وإحنا اليوم خنا باقين لك فتشيء أنا اسمعت فتشخص مني يمر على الشيخ الواعي عنده واحد في المحاضرة يقول هو الشيخ الواعي ليش عنده يعني راح درس مثلاً درس بالأزهر أو عندما درس في كلية الفقه عنده هو باكالوريوس أدري اللي ياخذ طبعاً المستوى العلمي فرق بين اليوم أو بين مثلاً مصر أو بين النجف عندما كانت قديماً يعني مثلاً أنت لما ما تجي تقرأ مثلاً للعقاد أو تقرأ مثلاً إلى أحمد أمين تقرأ إلى رافع الطه طهاوي فلان فلان أكوناش علماء على مستوى الفقه على مستوى الألب يعني هذه الرسالة الدكتوراء أو رسالة الماجستير من الشخص ما ياخذها بكل سهولة لا، هذه وقت ونقاشات مع الأساتذة ومن بعد ذلك يستحقها أو لا يستحقها هكذا كانت فلي تقللون من قيمة الشيخ يقول والله درس أنه عنده أساتذة عنده أساتذة لا ينتمون إلى مدرسة أهل البيت طيب أنت تعال اقرأ شوف سيرة الشريف الرضي سيرة الشريف الرضي طبعاً أكو بعض الكتاب حتى أمانة علمية معك بعضهم من يمر على سيرة الشريف الرضي مع أستاذه هذا أستاذ اللي حفظ القرآن زين؟ لأنه حفظ القرآن على كبر الشريف الرضي لكن كان أستاذه على مذهب مالك ابن أنس ومذهب مالك ابن أنس المذهب المالكي في بغداد كان مذهب الغرباء كان مذهب الغرباء بش أنت الكاتب ليش تحذف هذه القضية قضية المالكي خلنا بها عب هذا رجل عالم وذهب إليه الدرس عنده حتى وإن كان ينتمي إلى مدرسة أخرى يعني أنت من تمر مثلا على الشيخ المفيد الشيخ المفيد ما اللقبه بالمفيد؟ شوف قصته مع الرماني عندما أرسله أستاذه إلى ذلك إذن فالخطابة والمنبر هذولا كلهم أدوات في خدمة أهل البيت عليهم السلام يذكروننا بما جرى على الحسين يذكروننا بمواقف أهل البيت عليهم السلام يربطوننا بأهل البيت بالحسين يعني من تسمع أحاديث النبي أحب الله ومن أحب حسين حسين سبط من الأصبع ولهذا لما يأتي الخطيب ويتناول الحسين يتناول من أي جهة؟ يذكرك بالحسين وبأيام الحسين وما جرى على الحسين من مواقف لأن الحسين مرت به مواقف مواقف تكشر القلب يعني مثليش؟ يعني عندما اتمر على هذا موقف الإمام الحسين سلام الله عليه لوحده كان جالساً ويعدل بسيفه يقول يا دهر أفل لك من خليلي كم لك في الإشراق والأصيلي من صاحب وطالب قتلي والدهر لا يقبل بالبديل يعني هذه من توقف أمامها الأبيات وتشوف كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه يعني هذا بقي وحيدين حاط به القوم يميناً وشمالاً جيوش حاصرته من الذي يدعو ابن بنت رسول الله أن يتكلم بهذا الكلام أو عندما تسمع الإمام الحسين عندما يخاطب ابن سعد شيء يقول له قطع الله رحمك كما قطعت رحمي يعني أنت تصور خلي مكانك مكان الحسين وواحد يقتل ابنك كيف أنه تكون ردة الفعل اللي عندك يعني هذه عندما تأخذها وتشوف قلب الحسين شلون ألقاها في ذلك الموقف ما أدري صارك الحسين ما أدري أحد شاهد رقة قطع الله رحمك كما قطعت رحمي الحسين أكثر من ون في كربلا الحسين ونات له في كربلا ثلث ونات ون حسين يا ناس ثلث ونات ون حسين يا ناس ون على الولد ون على عباس ثلث ونات ون حسين يا ناس ون على الولد ون على عباس بعد ون الدراهة شي بالرعاس على زيان بالضلة بيان لنجاس فعلا زينب اليوم خلني اذكر زينب ومواقف زينب شوف زينب سلام الله عليها عندما لم تعرف ماذا جرى على الحسين عليه السلام بل الذي جرى عليها نادت بصوتي بصوت حزين وقلب كيب أخي يا حسين إن كنت حيايا فأدركنا وإن كنت ميتايا فأمرنا وأمرك إلى الله لكن زينب عليها السلام ماذا أرادت أن تشوف حالحوها الحسين عليها السلام قول لنا طبيت طبيت خيل وزلم ونا أرمتان حياية يركض رجل أغبار الدور على أخوها الحسين أنا خيل والنار وزلم والنار والخير أنا مع تعانية يركض عجل أغبار ويجنتك أردش وفصار وعاصار بهاي آيتك عدر مرور ودر مرحار بعد سيدتي ماذا عندك يتقولي عدد يما وعاتبيتك أنا طبيت للحوم ولقيتك عدد يما وعاتبيتك ويلمثلك شلو وغواني حوف بيت ولكن عاتو في أي حال زينب سلام الله ودقرب واتني يا عيس ما تيون ودقرب واتني أنا ودقرب واتني ودقرب واتني يا عيس ما تيون ودقرب واتني نجروحا كثيرة وتنزف عليها قالها يا زيانب يا زيانب بس جرحل بقلب وعاني شعلي والله يا خيتب معصمك بهداي شدي هذا موقف من المواقف رأته جينب عليها الشلام رأت الحشين بعد ورأت الحشين على رمضاء كربلات تدري الحشين بقي على رمضاء كربلات يا بروح العزيز الشلون ساتشم هذا الحشين حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بروح العزيز الشلون ساتشم ثلثة أيام عن الماي صايم به الشمس على التربان نايم يا لب المهيد ناغاك جبريل يا لب المهيد ناغاك جبريل من عدارا سوت جسمك الخير واطفالك بكذرك متجاتيين أومثل زينب وهي بنت محمد برزة تخاطب شامتا ملعونا يا الله إلهي نتوسل إليك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي شافي كل مريض كل أشير اللهم احفظ الجالسين في أهلهم وذويهم ومتعلقيهم بارك لهم في أعمالهم إلى أمواتكم وأمواتنا وأموات القائمين على هذا المركز الشريف رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد اللهم ص titles محمد